هلو الله حبايب مقطعنا اليوم ادري شوين مستخربين من الوضع انه سارة طلعتكم بشكلها يب يا حبايب متى ما شايفين حاليا سارة طلع بالقناع سارة سلموا عليهم مرحبا انا سارة اخر مرة خلص يوم طلعت لكم بالقناع اول مرة بتشوفونا هيك فا مستحية فما ما معلو كفا اهكت طبعا نسبة اشخاص ما يارفون سارة يا حبايب في الرابط قناة بالوصف الريدي اليوم انوصلها يتقلكم مشترك يا حبايب لان سارة ستطلع لكم بوجهها وستطلسوا لكم اشياء كروش خرافية بالنسبة لي يا حبايب انا افتكر نسوي نفسها وما اطلع بنفس الشكل هم بالقناع او بعدين بعدين الايام وصدر ننزع لكم القناع الهدف عليكم يا حبايب او الوسيلة عليكم انتو لازم توصلوا هذا المقطع ثلاثين الف لايك اذا تريدوني اطلع بالقناع مثل ما طلعتكم حاليا سارة اوكي يا حبايب حاليا احنا نبديكم بالاخبار ونقولكم الخبر الاول اللي عندنا بما نسارة حاليا طلعت بشكلها رحت نقلنا الخبر الاول عن ياسو ريدر الخبر الاول اللي عندنا لليوم هو عن ياسو ريدر اللي رجع الفولو لبعض على حساباتهم لانستغرام ومتل ما لاحظنا ياسو رجعت الفولو لريدر لك عدد كتير من المشاهير بس ما رجعته لوسام تيكيت والفريق فهيدا بيعني انو في مشكل بياناتهم ممكن فكننا نقول يا حبايب ان شاء الله عرف مبروك على هذا الصلاح وان شاء الله يديم الوحب بياناتهم وبنسل الوقت شي الغريب اللي صار انو ريدر نزل هذي الاستوري نوعا ما يقصد ممكن فرفا فنبولي او بعض الاشخاص اللي حاولوا يسوون فتنة بينه وبين ياسو وصار اللقبهم بالمنافقين بالاضافية حباب انو بيسانتيكيت سويت فولو لياسو اللي حسبها بالتيك توك فهل ذي يعني انو هي اصدقاء وخسار خلاف بياناتهم من حل او هي رح تطع من الفريق اتمنى بالكومنتات ننتقل حاليا لخبر الثاني الناري اللي هو عن عبدالله لايفستيج اللي يطلع بشوية استوريات قاعد يهدد دياره مادر صراحة ليش قاعد يتهدد بنيه اصلا يتيمة وبنيه ما سويت لك اي شي عامو انت طالع تهددها بالاستوري دا سوي ناسك دا تدافع عن قمر ولكن يا حباي بشي الحلو بالموضوع انو تيشارت فويز هذا الفويز عامو انتشار على تيك توك النورمار قاعد يعترف انو عبدالله من لايفستيج هو مهدد قمر الطائي بحسابها وهويتها عامو دي سوي بيها مقابلة رحطكم الفويز يا حباب يسمعوه عبدالله اخد هويت امر واخد حسابا صاري يقول لي ما بعطيك الحساب لما تاخد بعيد مقابلة الصراحة الفويز كلش صدمة فإنتشوان قاعد يتدافع عن قمر وانت اصلا قاعد يهددها طب ان شاء الله يارى من هو ما يكون قاعد يهددها بالنهاية يا ابنية صغيرة عمر 15 سنة صراحة يبعليك انت تروح تستغلها عامو سويها مقابلة صراحة كلش عايب عليك سوي هذا الشي نتمنى يا حباب انه انتو تاخدون حق قمر ما عنده وبنفس الوقت يا حباب نتمنى اي واحد يقدر يتوصل بيا قمر انه يعرف الحقيقة بالكامل وبنفس الوقت يبعد هذا الشخص عن قمر طائع وميظل يهددها ويستغلها اكتبنا حباب الكومنتات توقعون نومار كانت تكذب هذا الفويز طب هذا الفويز يا حباب هو انتشرة على تيك توك مادر منه صاحبه او منه كان ديها شوية ولكن صراحة شي كلش غريب نتغل حاليا للخبر الثالث من الخير اللي عدنا هو عن ابن سوريا وابو فلا خلنا نشوف سارة شونا راح تقول عن الموضوع الخبر الثالث اللي عنا لليوم هي عن المشكلة اللي صارت بين ابو فلا وابن سوريا متل ما شفنا ابو فلا جمعت برعات حوالي مليون دولار من خلال بث على اليوتيوب وهي دا اللي خلق ابن سوريا يتلع ببث مباشر ويتهجم على ابو فلا عيب ارام وما بيجوز ولكن انتو كيف عبلتوها على حالكن انا هذا الشي الصعبال لي هذا الشي الصعبال لي لح تجي تقول لي مو شغلتك هاي مو شغلتك عدم مؤاخذة ابن بلدي وغيره وغيره مو شغلتك انا ملي نعطي رايك لحتى اوضح لك انا ايما تساعدتو ولا ايما تعطيتو مو شغلتك اهتم بحالك من بعد اذنك روح نظف حالك انت اللي جاي تتكلم روح شوف السوشال ميديا تبعيتك كيف عامله روح شوف الشي اللي عندك اللي بيغضب رب العالمين وما بيرضي العبد روح شوف صلح نفسك قبل لا تطلع على غيرك الناس المو المخيمات والناس اللي قادة تحت ما لا ناطرة على شخص مثلك لا والله ما لا ناطرة لو ربي شاهد علي ما هيك ما هيك انا مؤاخذة انا من خربة الجوز انا من ادلب ما هيك اكتبنا حباب بالكومنتات شاركوا بذلك الخبر انتو يا ابو فلا امو يا ابن سوريا اوكي يا حبايب حاليا روح نبدأ بشوية تأسئلة انا روح سأسأل سؤالين السارة وسارة تسألني سؤالين السؤال اولا حسأل السارة واللي هو اللي طلع بفيديو كليب جرحي هل كان انتي او لا صراحة مش رح خبع ليكن لا هايدي من انا لانه بصراحة انا كنت ناوي يسافر بس ما قدرت سارة عند ظروف فما قدرت تسافر فطرنا يا حبايب ناخذ شوية لقطات مننا تعذرون على هذا الشي ولكن سارة حاليا طلعتكم بالقناة وان شاء الله بالأيام رح تطلع لكم بشكلهم اوكي يلا اوكي 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 شو في بينك وبين سارة السارة الثانية خزش سارة ووت انا ها انا شو انا اوكي يعني الصراحة الصراحة اوكي اذا وصل الفيديو يا حبايب هذي 25000 لايك سأساوي لكم مقطع استلة ونجاوبك بيه على كل استلة ونجشف لكم كل الحقايق ما انك وصلت ل ال 500000 ليش بعدك ما اطلعت برجالك في هدثة اوكي الصراحة هذه الشي نوعا ما نفهم خلط من المتابعين انا بوحد من المقاطية اذا وصلت 500000 انا راح نشركم نزال ملاكمة ما بالتي وفعليا انا سويت هذا الشي ولكن سويت هذا الشي قبل ما اوصل 500000 وسويتها بكلب الاعتزال يا حبايب اللي شافة يا حبايب يارف انه انا حطيت لكم الملاكمة كلها انا مجدت اطلع وجهي وانا مجدت لكم احطني الزهل لملاكمة كامل وانوان ما كان بيوجهه ولكن مو بشكل واضح فيياب انا سويت الشيء اللي مطلوب مني وقس والله تأنوى لكم سارة تيوبوه فيز الزين باي 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 يعني ما تبكي حالك ما تبين حالك ما تبوكي ما تبين حالك بس حافظه بنتك تحكي بيني انه عم تتناقش عم تحكي شي طبيعي انو خبر الثالث اللي عدنا عن كذا 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 كذا